قطب الأقطاب ماذا الزماني الشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أبروح له أنى أشهر الزماني قطب الأقطاب ماذا الزماني الشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أبروح له أنى ثماني قد دل على المولى وسماه بالفضل إلى أعلى قناني قد دل على المولى وسماه بالفضل إلى أعلى قناني وأتى في هذا العلم بما قد زاد على أبها فناني قطب الأقطاب ماذا الزماني الشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أبروح له أنى ثماني معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السناني معرفة المولى غايته قطب الأقطاب ماذا الزماني الشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أبروح له أنى ثماني وأساس بناء طريقته تطهير القلب ماذا الزماني أبروح له أنى ثماني تطهير القلب ماذا الزماني تطهير القلب الاسم بالإسم المفرد يارعه الفي وفي وبالحق استعيني أبروح الأقطاب ماذا الزماني الشاد لي وأبو الحسني أبروح الأسرار ما مهدى أبروح له أنى ثماني غب وفن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني وادخل أبواب الغيب وسلمشئت وللأسرار صنيت قل أبطى بمدى الزمن الشاغلي وأبو الحسني أحل الأسرار إمام هدى والروح له أدنى ثمني واشرب كأس العرفان وذق سر الدوحيد ولا تكني واشرب كأس العرفان وذق سر الدوحيد ولا تكني وبحب رجال الله ثاب وإمام الكل أب الحسني أبطى بمدى الزمن الشاغلي وأبو الحسني أحل الأسرار إمام هدى والروح له أدنى ثمني والزم أعتابا طاهرة إن جئت حميثرة الوطني والزم أعتابا طاهرة إن جئت حميثرة الوطني وبعذاب تثوة مرة ولروحك في القبر التهني أبطى بمدى الزمن الشاغلي وأبو الحسني أحل الأسرار إمام هدى والروح له أدنى ثمني واشكر لله وصل على وها في السر وفي العلني وعلى آل البيت جميعا يهل وسلم واستكني أبطى بمدى الزمن الشاغلي وأبو الحسني أحل الأسرار إمام هدى والروح له أدنى ثمني أبطى بمدى الزمن الشاغلي وأبو الحسني أحل الأسرار إمام هدى والروح له أدنى ثمني وابن العقوب جاء بلاك تعوى في أسواب الكفني وابن العقوب جاء بلاك تعوى في أسواب الكفني فاطف يا مولاي عليه وعلينا جمعا بالمدنين فطو الأبطى بمدى الزمن فالشاغلي وأبو الحسني أحل الأسرار إمام هدى والروح له أدنى ثمني الروح له أدنى ثمني الروح له أدنى ثمني